طيفي الكريم كان بيكلم فيه نقطة مهمة معلقا على الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد أستاذ محمود مسلم حرارك كنت بتتكلم عن جماعة أنصار بيت المقدس وكده يعني بيطلع ناس اللي حضرتك وصفتهم بنفسك بالطيبين بيقولوا ما هم يعني ما هم نفوا وأعلنوا إدانتهم للأعمال الإرهابية فالإخوان تحدثا عن الإخوان فأنتوا بتقبضوا عليهم ليه ما هم نفوا هم نفوا هم ناس طيب وهم لصفحتهم اللي كانت بتطالب أعضاها أنهم ينزلوا بالسلاح في 25 ينايا وابن الكياد الإخواني اللي زبطوه في المنصورة واعترف ومن المستفيد من كل هذي وكلام البلتاجي حوالين أن احنا كل هذه العمليات ستقف في لحظة واحدة عندما يعود الدكتور مرسي وكلام خيرة الشاطر للفريس أول عفتاح السيسي لما قاله بالزينات كده بيشاوله بالزينات نحن ما نضمنش رد فعل الجماعات المسلحة وإحنا عندنا ناس مسلحين ومش هنضمن رد فعلهم وأخذ بالك وكلام مرسي نفسه أنا قدامه الحاجات اللي بتحصل حد دلوقتي دي مش عاد برضو ليه ما زال يحكم عليها دوق مرسي والخطاب التحريدي اللي طلع قاله محمد الضماطي بنية بطن عن الرئيس السابق محمد مرسي ومعرفش برضو محدش حاسبه ليه يعني هو أصلا معوش توكير رسمي منه يعني البلد فيها يعني يعني علاقة الإخوان بالبتاع وبعدين مين المستفيد من كل حاجة والحاجات دي كلها ما طالتش ليه أيام الدكتور مرسي يا راجل ده حتى ضرب خط الغاز ما حصلش إلا بعد ثورة 25 يناير حتى وصول مرسي للحكم وإذا وصل مرسي الحكم توقف وإذا غار من الحكم رجع ضرب الغاز تاني يعني يعني وقع وإحنا يعني محتاجين لسه حد يقول لنا علاقة الإخوان بالحاجات دي إيه وبعدين هو مين اللي مهيج الشارع ومين اللي بيمسل غطاء سياسي للعنف مهمة الإخوان تحالف دعم الإرهاب ده اللي مسمي نفسه تحالف دعم الشرعية وطالع النهاردة ويقول لك الشعب وصوراته والانقلابيين والكلام مين اللي بيلعب الدور هو ليه قيادات الإخوان ما بتلعوش اللي على الجزيرة مين اللي بيلعب الدور التحريدي مين اللي هدفوا إسقاط الدولة هو الإخوان عايزين إيه هم هدفهم الشرطة في طار بينهم وبين الشرطة لا هو هدف الشرطة لأن الشرطة أحد مقومات الدولة زيخ نفس خطة 25 يناير فإذا سقطت الشرطة سقطت الدولة بعد كده بقى يلتفوا على الشعب فهم عشان كده هدف الشرطة هو هدف الشرطة يعني يعني مش عايزين يجي ناحية الشعب لا ده هو كاره الشعب وكاره الوطن وكاره كلمة مصر أصلا كاره فاللي بنشوفه فطبعا مش عايزين بقى زي ما قال محت الأساسكينا فؤاد مش عايزين نقعد نمشي وراء أوهام أنصار بيت المقدس وأنصار بيت يعني لا لا ده كلام يعني عبية الكلام كمان قولني مين اللي بيمول الكلام ده لما انبارح مثلا 300 ولا 500 كيلو متفجرات بعربية مين اللي بيمول الكلام ده وشاول مرة مين اللي بيمول الكلام ده هل انت مش شايف ان الطريقة فيها تفكير حماس وان التمويل فيه قطر والتخطيط فيه تركيا يعني قبل 25 يناير عدد من القوى السياسية ذات الطابع الإسلامي خاصة الدعوة السلفية وحزب النور والجبهة الوسطية والتحالف الإسلامي طلبوا الإخوان بطرق المظاهرات والمسيرات والعمل ضد الدولة ومؤسستها والعودة مرة أخرى إلى الصف الوطني والالتزام بخارطة الطريق كيف وجدت هذه الدعوات لا يعني انت شايف الدعوات انا شايف ان الإخوان بيتجروا 25 يناير إخوان قدوا أكثر دور في 25 يناير 2011 وما زالوا يتجرون بها والناس كلها تسمع كلام الإخواني أحمد منصور لما لهم ترفعوا السور مرسي خلونا نتكلم على 25 يناير عشان الناس تتلمي لنا وما حاجدوهم معنا هما الإخوان بيتجروا 25 يناير وكأن 25 يناير دي بعض عراضة أن يصورها أنه حاجة خارجة عن القانون كل واحد عايز يعمل حاجة خارجة عن القانون يقول لك سورة 25 كل واحد تيجي نحييته يقول لك سورة 25 طب إنتا يعني مش عايز تطبع ليه القانون يعني كل واحد ييجي واحد طالع ضد السلطة ضد قانون التظاهر يا تظاهر ضد القانون وضد الدولة فلما تيجي تطبع ليه القانون يقول لك إيه حملة لتشويه 5 عشق يا عم وانت خلاص انت بقيت متحدث حتى النهار ده أستاذ محر